نتصبح على حضراتكم من جديد وخلونا دلوقتي ننوح نصبح على زمراتنا في الستوديو ليندا ونعرف منها أحوال التقص بالتفصيل وكمان نعرف منك يا ليندا أنت من الناس اللي بتتكلمي كتير أو بتقولي مشاكلك ولا كتومة صباح خير بسانت الأول صباح خير يا أحمد صباح خير يا ليندا الحقيقة بسانت أنا شخص كتوم جدا ولكن لو في مشكلة شغلاني جدا ومش عارفة بطل تفكير فيها ممكن أحكي لأصدقاء المقربين أنا من ما عرفت بك برضو مش هتحكي يا ليندا عندي صديق أحمد لكل مشكلة ليندا عندي صديق أس من ناس لنوعين قالك يعني هو شايف أن في ناس بتشتغل وناس بتحكي أنا بشتغل آه بتشتغل بالنسبة للتقص بقى في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هتبتدي من بالليل تعالوا نشوف التفاصيل صباح خير عليكم مشاهدينا خلونا نصرد مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال التقص النهاردة التقص هيكون معتدل صبحة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والشمال الصعيد لكن بالليل هيكون في حالة من عدم الاستقرار وهيكون في فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وكمان فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 19 وأعلى درجة حرارة في أسوان 25 وأقل درجة حرارة في ساعة كاترين 16 هنتابع مع حضراتكم أحوالي تقص بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية دلوقتي هنرجع لأحمد وبسانت عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك يا ليل